في ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين ذكرى عطيرة لا تغيب عن أذهان أي مسلم يعيش على هذه الأرض لأن بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميلاد نور جديد عمة البشرية و عمة الإنسانية و العالم و نحن نحتفل اليوم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تمثل لنا هذه الذكرى و مشاهدين كيف بإمكاننا أن نحتفي بهذه الذكرى و أن تكون درسا لنا في المستقبل أن نستقي من هذه السيرة النبوية العطيرة التي شملت كل تفاصيل حياتنا اليومية بأن تكون منهاج حياتنا و أفعالنا و تصرفاتنا نحتفي و إياكم و نشارككم هذه الاحتفائية من خلال وجود الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف و الشؤون الدينية مساء الخير دكتور و كل عام و أنتم بخير مساء النور و كل عام و أنتم بخير حياك الله دكتور يعني بشكل سنوي يحتفي للمسلمون بذكرى المولد النبوي على صاحبها أفضل الصلاة و أسكى التسليم لكن السؤال الذي يطرحه نفسه ما الفائدة المرجوة من احتفالنا بشكل سنوي و بشكل دائم بهذه الذكرى ماذا يعني الاحتفال هل الاحتفال أن نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم و أن نتذكر مناقبه ثم بعد ذلك الاحتفال بالشخصيات العظيمة لهذه الأمة يعني مطلب جيد يعني ليس لذات الاحتفال كما أن الاحتفال أيضا لا يربط بعبادة من العبادات يعني هو ليس عبادة تؤدى فلذلك لا حرج فيه إذا كان لتذكر سيرته عليه الصلاة و السلام و معرفة حقيقة نبوته و كيف نقتدي به و أيضا ربط الأجيال الحاضرة بسنة النبي عليه الصلاة و السلام فلذلك هذا الاحتفال السنوي أمر جميل لهذه المعاني ما لم يرتكب فيها شيء يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم و كثير من أبناء الأمة الإسلامية تعودوا على هذا الاحتفال و هذا أمر حسن كما ذكرت الاحتفال أو تذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعزز في نفوسنا حب النبي عليه الصلاة و السلام و يعمق في مشاعرنا أيضا التعلق بشخصية النبي محمد عليه الصلاة و السلام هذه الشخصية التي تعتبر أو هي الشخصية الأعظم على مدار التاريخ أفضل الناس هم الأنبياء وأفضل الأنبياء هو نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك عندما نتذكر سيرته و نقرأ عن حياته و نتجلى تلك المعاني العظيمة التي كان يعيشها و يهدي بها الناس و يتعامل بها من خلالها إلى من حوله سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا أو حتى الحيوانات و الجمادات نستجلي من هذه الشخصية كيف نعيش أيضا حياتنا في هذا العصر من خلال شخصية النبي عليه الصلاة و السلام تتبين لنا معالم الطريق يعني يمكن للإنسان حيثما قلب نظره في هذه الشخصية الكاملة في هذه الشخصية الفذة التي رباها الله سبحانه و تعالى على عينه و جعل فيها كل صفات الكمال البشري كل واحد من خلال تجلية النظر في شخصية يكتسب منها ما يريده و ما يألفه كما ذكرت أن شخصية متعددة الجوانب شخصية كاملة في كل تعاملاتها في كل مشاعرها في كل عواطفها هو بشر مثلنا تماما أراده الله سبحانه و تعالى أن يكون بشرا ليس ملكا من الملائكة و إنما هو بشر يأكل الطعام و يمشي في الأسواق و يتزوج النساء و يتعامل مع الناس أراده الله عز وجل لكي يكون على هذا النحو حتى يكون قريبا من نفوسنا و قريبا من مشاعرنا و قلوبنا فلذلك نحتفي بهذه المناسبة لكي نقرأ السير على هذا النحو طيب دكتور النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن رسالته محصورة على أمتين أو على دولتين أو على أمة بعينها دون بقية الأمم ألا أن نحن كمسلمين كيف بإمكاننا أن نستثمر مثل هذه الذكرى و مثل هذا اليوم أن نعرف الآخرين أن نعرف العالم بهذه الشخصية العظيمة اليوم وسائل الإتصال الحديثة أصبحت سهلة جدا فكيف نستطيع أن نستثمر هذه الذكرى و هذه الوسائل الحديثة في أن نعرف الصورة الحقيقية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انبهار الناس به لم يكن في هذه الأمة فحسب و إنما كل الذين عاشوا حتى في حياته عليه الصلاة والسلام انبهروا بشخصيته قبل النبوة و بعدها فقبل النبوة كان معروفا بالصدق و معروفا بالأمانة و معروفا بالنزاهة و كان يخدم الناس و يمشي للفقير و المحتاج و المرأة و اليتيم كانت الخصال الطيبة موجودة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فسمي قبل البعثة بالصادق الأمين و أثنت عليه زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها و بعد النبوة أكرمه الله سبحانه وتعالى و شرفه بالرسالة فاكتملت صفات الخير فيه و دعم بالمعجزات و جاء بالوحي و كان مسددا و مؤيدا من مولاه جل وعلا فالذين عاشوا معه و تعاملوا معه حتى من غير المسلمين الذين آمنوا به انبهروا بشخصيته و ما كانوا يكذبونه فيما يأتي به لذلك يقول الله عز و جل فإنهم لا يكذبونك و لكن الظالمين بآيات الله يجحدون إذن جحودهم كان من أجل الجحود و النكران و الكفر و ليس اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان منه صادق في يقينهم و في داخل منه صادق و لكنهم جحدوا به لأجل الحسد كما كان عند اليهود أو أنهم جحدوا ذلك لأنه يتعارض مع مبادئهم الأرضية يعني كالرئاسة و الشرف و الرفعة و غير ذلك و على مر الزمن بقيت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية فذة عبقريتها تدرس في كل الحضارات انبهار الناس به بلغ ذروته حتى في عصرنا الحاضر ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخصية الأولى على مدار التاريخ لكمال أخلاقه و سمو تعاليمه و أن شخصيته جمعت كل ما يريده الإنسان لكي يكون إيجابيا و فاعلا في الحياة أما كيف ننقل هذه الصورة فهذه مسؤوليتنا نحن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا مسؤوليتنا أن ننقل هذا الحب الذي نحبه للنبي صلى الله عليه وسلم للآخرين بالاقتداء به و التأسي بسيرته و أن نتمثل بالأخلاق الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الإنسانية الرفيعة في تعاملنا مع الناس في تعاطينا مع الأحداث في رؤيتنا للحياة و الكون و الأشخاص في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الآخرين من غير المسلمين فيقول عليه الصلاة و السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكان يتعامل بالأخلاق الحسن مع كل من يأتي و كان لا يصرف نظره عن الناس و إنما يتكلم إليهم و يتحدث إليهم و كان رحيما بهم فصفة الرحمة تمثلت في النبي صلى الله عليه وسلم و الله عز وجل قال فيه و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الذين آذوا من المشركين في عصره و في دهره نزل ملك الجبال لكي يخصف بهم الأرض أو يطبق عليهم الأخشبين فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته بالناس حتى الذين آذوه في مكة عندما فتح مكة و جاء منتصرا لما اجتمع بهم قال لهم ما ترون أني فاعل بكم فقال لهم اذهبوا فأنتم اطلقا لم يعاقبهم يعني لم ينتقم لنفسي و ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقم لنفسي قط و ما ضرب بيده قط و إنما كان رحيما و دودا لطيفا بالنساء و الأطفال و الأيتام و المحتاجين و الرجال و النساء بهذه الأخلاق إذا تعاملنا مع الناس فإننا نحبب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب كل من نتعامل معه طيب الآن الدكتور محمد يعني ما يشهده العالم من تنازع و تناحر حتى بين الإخوة حتى بين الأسرة الواحدة العالم مشحون كما يبدو في الصورة أو من الوهلة الأولى أنه معقد فكريا و ثقافيا على الرغم أننا نملك الدستور الذي يمكننا أن نعيش في وئام و في تسامح و في انسجام تام الآن كيف نستطيع أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه انتقل إلى الرفيق اللعلة لكنه حاضر بيننا في تصرفاتنا و في أفعالنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الناس كما ذكرت و من خلال هذه التعاليم السمحة التي جاء بها نستطيع أن نحل جزءا من مشكلات العالم و تعقيدات العالم أولا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين و هذا الدين يملك في كينونته كثيرا من الحلول و كثيرا من تسهيل الأمر على الناس فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فهذه هي المهمة الأولى للرسالة و بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن ما جاء من أجل الشقاء و إنما جاء من أجل السعادة من أجل الطمأنينة من أجل الحياة طيبة ثم إن من ميزات هذا الدين أيضا أنه دين يسر و دين سهولة و يعني السهولة موجودة في كل تعاليمة فالله عز وجل لا يحمل الناس ما لا يطيقون و لا يكره الناس على أن يؤمنوا بالإكراه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذن لا إكراه في الدين هناك التعاليم واضحة السبيل واضح و الإنسان له حرية الاختيار و على هذا الاختيار يحاسب يوم القيامة إن أحسن الاختيار فله الجزاء الأوفى و إن ساء الاختيار فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه ثم إن هذا تعاليم الدين تعاليم سمحة و يسيرة و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و إن هذا الدين يسر و لن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اليسر يمشي مع كل تصورات الحياة مع كل ما نتعاطاه مع كل ما نقوم به فليس من تعاليم الدين أن نعقد الأشياء أو أن نتصورها بذلك السوداوية التي تعتم علينا التعامل مع الأحداث و الأشخاص و الكون من حولنا بل نتعامل معه بهذه السهولة و بمبدأ الطمأنينة و بمبدأ الرحمة و بمبدأ التسامح و بمبدأ الجسور للآخرين فلا يمكن أن يعيش المسلم معزولا عن الواقع و لا يمكن أن يكون المسلم بعيدا عن تعامله مع الآخرين هو جزء من هذا العالم جزء من تكوين هذا العالم عليه أن يعي مسؤوليته تجاه العالم من حوله و هذه المسؤوليات حسب الدوائر التي تمتد يعني يبدأ بدائرته الصغيرة ثم يتوسع إلى الدائرة الأكبر ثم الدائرة الأكبر و هكذا و النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس كان يعطينا هذه الإيجابية حتى في الأشياء التي نراها عادية أو لا يتصور الناس منها بأنه يمكن أن يستوحى منها معنى إيجابي ولا يعني لا بأس أن أضرب لذلك مثلا فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر زوجته عائشة بأن تذبح شاتا و توزعها على الناس فذبحوا الشاة و وزعوها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة ماذا بقي منها فذهبت عائشة و رجعت إلي و قالت ذهب كلها إلا كتفها يعني وزعنا كل اللحم بقي الكتف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفها يعني الذي وزعناه هو الباقي أما الباقي هو الذي ذهب فهذا معنى إيجابي بأن الذي تتصدق به على الناس و تمنحه للآخرين من خير و يعني معروف لا يذهب و إنما هو موجود باقي فهذا معاني الإيجابية يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم فينا و علينا أن نتعامل مع الواقع بهذا الأسلوب طيب دكتور محمد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع شباب الأمة من الصحابة في ذلك الحين كان يتعامل معهم على أساس أنهم سيكونوا في المستقبل قادة للفكر و الثقافة يقود الحروب و الجيوش و نحن عرفنا الكثير من الشخصيات من الصحابة ممن كانوا شبابا و قادوا حروبا و فتحوا بلدانا الآن كيف يستطيع الشباب اليوم أن يستثمروا هذه الشخصية العظيمة في أن يتجسدوا صفات النبي فيهم في تصرفاتهم في شبابهم في قوة و طاقة الشباب مرحلة الشباب من المراحل الحريجة في حياة الإنسان و على كبر المسؤولية في مرحلة الشباب يسأل الإنسان عنها يوم القيامة سؤالان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد من آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه و عن شبابه فيما أبلاه و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه و ماذا عمل فيما علم إذن يسأل الإنسان عن حياته بشكل عام سؤال عام ثم يسأل عن مرحلة الشباب بشكل خاص لأن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا فيها العطاء فيها القوة فيها اكتمال العقل فلذلك ينبغي أن يستغل الشباب هذه المرحلة هذه ناحية مهمة لا بد من التطرق إليها الناحية الثانية أن مرحلة الشباب عادة يبحثون عن رمز هناك تطلع في قلب كل شاب أن يكون لديه رمز يتبعه قدوة فالقدوة ربما إذا كان هو ميال لجانب معين فإنه يبحث عن ذلك الجانب الذي يحاول أن يقلده و يكون معه حتى في الشكل و في الملبس و في طريقة الكلام و في كل شيء فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق و هو سيد الناس و هو أفضل من خلقه الله عز وجل من البشر فإذا أليس الأحرى أن يكون اقتداؤنا به و اقتداؤنا أولى به عليه الصلاة و السلام هذا جانب الجانب الآخر أن في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للشباب ما يريحهم يعني يريح نفسيات الشباب كثيرا لا يعقد عليهم مسائل الحياة و إنما يعطيهم إياها بشكل واضع و صريح فأحد الشباب كان رديف النبي عليه الصلاة و السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك و إن اجتمعت الأمة على أن يضرُّك بشيء لم يضرُّك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام و جفت الصحف احفظ الله يحفظك هذه تكفي كل شاب الشاب يريد الراحة الراحة لا تكون إلا بأن تحفظ الله عز وجل كيف تحفظ الله؟ تحفظ الله بأن يراك حيث يحب ويفتقدك حيث يكره يعني كن أنت أمينا مع ربك أمينا مع الله تراقب فيما تفعل فيحفظك الله في البيت وفي العمل وفي الملعب وفي الجامعة وفي المدرسة وفي كل مكان إذا سألت فاسأل الله يعني كل الذين تسألهم من الناس هم يلجأون إلى الله فأنت أطرق باب الله مباشرة لا تسأل مخلوقا إذا استعنت بأحد إذا أردت أن تستعين فاستعين بالله هو القوي القاهر الذي يعطيك ما لا يعني تتصوره وما لا تتخيله إذن ليس هناك بينك وبين الله أي حجاب ولا أبواب ولا بروتوكول ولا أي شيء فقط بينك وبين الله عز وجل الأبواب مشرعة مفتوحة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا جانب ثاني الجانب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الشباب كان يدرك غرائزهم ويدرك قوتهم وحماستهم فلذلك لا يواجههم بالكبت وإنما يوجههم للخير وليس أصدق من ذلك في قصة حارثة الشاب الذي دخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نتصور ذلك المشهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورسول جالس ومعه الصحابة كلهم جالسون كبار الصحابة فيدخل عليهم شاب في قوة شبابه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذن لي بالزنا يعني فهذا مشهد قوي و أيضا طلب طلب غريب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الوضع و هو يعلم أحاسيس الشباب و يعلم أسلوب التعامل مع الشباب و يعلم أن هذه الأمور طبيعية في مرحلة الشباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فدنا منه وجلس فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل ترضاه لأمك قال لا لا أرضاه لأمي فقال و كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم هل ترضاه لأختك قال لا قال و كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم هل ترضاه لعمتك قال لا قال و كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم و هكذا أخذ يخاطب فيه الفطرة و يخاطب فيه العقل و يبين له أنك إذا أردت أن تمارس هذه الخطيئة فلن تمارسها إلا في أم إنسان أو أخت إنسان أو عمة إنسان أو ابنة إنسان و هكذا فهل إذا كنت لا ترضى ذلك في نفسك و في أهلك فالناس كذلك لا يرضونه و ظل على هذا الأسلوب حتى قال ذلك الشاب ما دخلت مجلس رسول الله إلا وأحب شيء إلي الزنا و ما خرجت منه إلا وأبغض شيء إلي الزنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سرد له الآيات القرآنية التي فيها تحريم الزنا لأن قوة الشباب و عنفوان الشباب لا تتصور الأشياء بمثل هذه الصورة و إنما تحكم عاطفتها و تكون العاطفة فيها أقوى من منطق العقل فيخاطبه بالعاطفة و بالحجج التي تبين له مغبة ارتكاب ذلك الخطأ و هكذا في تعامله مع الشباب إذن علينا كمربين أيضا أن نتعامل مع الشباب بمثل هذا المنطق حتى نكون أقرب لجيل الشباب و يكون الشباب أيضا أكثر تعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم هي بحر تحتاج إلى حلقات و تحتاج إلى كتب البحار في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحاط بلقاء بسيط معك الدكتور لكن نشكرك على هذه الدرارة الطيبة شكرا لك الدكتور محمد بن سعيد المعمر يا المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف و الشؤون الدينية شكرا لك يا دكتور شكرا جسيلا بارك شكرا لك